السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو المسلسل العربي منعطف خطر أو حسب الترجمة الإنجليزي الحرفية The Killing فضيعة في الإنجليزي فضيعة خلينا نمشي واحدة واحدة من آخر مكان سلمة تشافت فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل منعطف خطر خلاص بجد بقى مسلسل منعطف خطر من أعمال شاهد اللي أنا بقالي فترة طويلة أو يسامع أنهم بيعملوا مسلسلات حلوة وبتاع ولكني ما كنتش عارفة أتفرج عليها لأن كل التلفزيونات الذكية اللي عندي في البيت الأبليكيشن بتاعي تشاهد عليها مش شغالة وما عندهمش أبليكيشن على البلاي ستيشن وموضوع الفرجة على اللابتوب أو الكمبيوتر أو الموبايل ده بصراحة أنا كبرت عليه شوية فبعد تشجيع كتير جداً قررت أني أعمل استثمار مش كبير قوي يعني ودخلت عالم الأعمال الدرانية العربية على المنصات فحتلقوني معاكم بعد كده على طول بقى وقلت ألحق الموضوع قبل ما يقدم قوي هو المسلسل خلصان على قد ما أنا فاهم بقى له أسبوعين تقريباً وده طبعاً بالنسبة لي كان أنسب من أني كنت أقعد أقطع وأتفرج عليه كل أسبوع زي ما كان بيتعرض اللي هي التجربة اللي أنا مزنوق فيها دلوقتي مع مسلسل الليلة واللي فيها مسلسل حلوة قوي على فكرة أنصحكم تتابعوا معايا المهم المسلسل منعطف خطر أحداثه بتنطلق من اكتشاف جثة للإنفلوينسر الشهيرة جداً سلمة الوكيل سلمة جثتها بيتم العثور عليها داخل عربية تابعة لأحد الحملات الانتخابية في أحد النوادي القضية بيتولى التحقيق فيها الضابط هشام اللي بيحاول يوصل للعلاقة ما بين سلمة وما بين رأس الحملة الانتخابية بتاعت النادي خالد سليمان وتحقيقاته بتقود لتفاصيل كتيرة جداً أغلبها متعلقة بتفاصيل ليلة سلمة الأخيرة وعلاقتها بأهلها وبالأخص والدها اللي هو كمان بطريقته الخاصة بيتابع التحقيقات وفي بعض الأحيان بيتدخل فيها فيترى إيه اللي حيحصل طبعاً موضوع إن مسلسلنا اسمه منعطف خطر وفي نفس الوقت The Killing ده وراء سر وهو إن المسلسل مقتبس من مسلسل أمريكي بيحمل نفس العنوان الخطوط الرئيسية ما بين المسلسلين مشتركة بس بصراحة لما قريت شوية في تفاصيل المسلسل الأمريكاني احترمت طريقة الاقتباس أولاً وقبل أي شيء في اختصار عدد الحلقات القضية اللي بيتم التحقيق فيها في المسلسل الأمريكي ما بيتمش حسمها إلا مع نهاية الموسم التاني يعني بعد 26 حلقة كمان كتير من التفاصيل عملية تقريبها من المجتمع بتاعنا كانت ذكية مثلاً الحملة الانتخابية بقعت المسلسل الأمريكاني بكل تأكيد مش حملة انتخابية في نادي وده مثال صغير ما بين أمثلة كتير مش حقدر أتكلم عنها دلوقتي وإلا حطر رحرك وبصراحة إقاع المسلسل في بدايته خلاني مشدود له جداً أبعاد اللغز بتاعنا تم رسمها بسرعة هول الخسارة الفادحة اللي احنا قدامها واخد كل اهتمامنا مخنا شغال مع الأبعاد الغريبة للجريمة مكان اكتشافها ظروف اكتشافها كل تفصيلة بيتم الكشف عنها من تفاصيل ساعات الضحية الأخيرة شيء بكل تأكيد كان ممتاز جداً وخلاني أقول ان يمكن المنصات هي الإجابة على السؤال اللي كان محيرنا من زمان ليه الغالبية العظمى من مسلسلاتنا مملة عشان كلها مجبرة تبقى 30 حلقة عشان تتعرض في رمضان طب لو شلنا منها الشرط ده مسلسل منعطف خطر بيقول لنا اننا ممكن نطلع حاجة كويسة والغريب ان فعلاً نزع عنصر التطويل ده بس فرق كتير جداً لان مسلسلنا حتى في البداية ما كانش مثالي فيه نمطيات كتير جداً تم استخدامها منها مثلاً السلوكيات المعتادة لكل المشتبه فيهم اللي بيكدب كتب خيبان واللي تروح تحقق معاه لازم يطلع يجري ويا إما يخش في غايبوبة يا إما يموت واللي مكتوب على وشه من أول لحظة أنا موجود عشان ألهيك معايا حلقتين ثلاثة بس برضو الإقاع خلى الحاجات دي مقبولة وبعد شوية ابتدينا نحدد الشخصيات اللي المفروض ننشغل بدراستها بطل الأحداث الضابط هشام جمال الوكيل والد الضحية وخالد سليمان مرشح الحملة المتورطة معانا وهنا برضو عجبني إن المسلسل ما شغلش باله بإنه يقدم دراسة لشخصية سلمة آه عندنا ما يكفي من الأبعاد علشان نتعاطف معاها ونربي مشاعر كراهية تجاه أي حد بيثبت إنه ممكن يكون له يد في اللي حصل لها وده في تقدير الشخصي كان كافي جدا والمسلسل مر بينا من المرحلة دي أقدر أقول برضو بدرجات مرتفعة وفي الحلقات الخامسة الأخيرة حان موعد الحصاد اللغز رجع تاني لمركز الأحداث الأسئلة كتيرة جدا ونقطة الحسم قربت وهنا أقدر أقول إن المسلسل خسرني شوية أحداثنا بقى فيها شوية تطويل وشوية ملل الرسالة الوحدة بقت محتاجة أكتر من مشهد عشان تتبعت الجملة المهمة بيتم تكرارها على أدن المشاهد زي ما يكون المسلسل بيغششه إن ده مفتاح مهم حتى الفصل الأخير في عملية دراسة الشخصيات المحورية بتاعتنا ما كانش مرضي وفي النهاية حل لغز الجريمة للأسف ما دخلش دماغي بس ده مش هقدر أتكلم عليه إلا بحرق فخلوه لقسم صغير كده في نهاية الحلقة كمان حوار المسلسل ما كانش فيه ما يكفي من عوامل الجاذبية باستثناء الشخصيات الغير قاهرية كل الشخصيات تقريبا طريقة كلامها ومفرداتها كانت واحدة فعل يلط بكل تصريفاته تم استخدامه تقريبا من كل الشخصيات انت كده ملطوط انت كده حتطلط أنا كده طلطيت يلا بينا نطلط جميعا مفيش حد بيتورط مفيش حد بيتدبس مفيش حد رجله بتيجي في الخية وقيس على كده مفردات تانية وطريقة كلام تانية عايزة لوم شوي على سيناريو المسلسل انه ما كانش واثق في المشاهد بتاعه بالقدر الكافي في المراحل الاخيرة بان زي ما يكون مش مقتنع ان مشهد واحد ما بين شخصيتين كافي عشان المشاهد يفهمهم محسين بايه فظهرت معنا مشاكل التكرار ودي كانت السر الرئيسي في التطويل واللي بيكبر من اثر المشكلة دي ان المفردات الفنية للصورة كانت حاضرة حاضرة اكتر من اللازم كمان مخرجنا قدم تجربة بصرية متكملة شكلها حلو جدا كادرتنا كلها موزونة الالوان والاضاءة في تواصل مستمر مع المشاهد يمكن بس كان فيه بعض المشاهد اللي مليانة تجويد اكتر من اللازم شغلتني وخدت انتباهي عن اللي بيحصل في المشهد الوان كتير بالاضاءة في الخلفية اتكلمت مرة وفهمناها فليه دايما مستمرة في الكلام بعض التسلسلات اللي فنيا كانت جيدة جدا بس مقدرتش افهم اوي هي بتحاول تقول لنا ايه بس المهم يعني التجربة البصرية كان فيها حاجات كتير اوي بتحصل وانا كنت فاهم ومتواصل مع كتير منها فليه المشاهد الحوارية طويلة وليه مكررة اعتقد ان لو كان فيه ثقة اكبر من كده شوية في اللي بيتقال من خلال ابعاد الصورة وفي قدرة المشاهد على انه يفهم رسائل المشاهد من اول مرة مسلسلنا كان ممكن يبقى 8-9 حلقاته كفاية اوي وانا بتكلم عن السلبيات عاوز الفة نظر حضراتكم لان المسلسل اخدني في سكة كلام كبير شوية كلام في العادي ما بنقولوش عن المسلسلات العربية لانه فعلا مسلسل مستوى مرتفع دفعني لاني اهتم بيه واخلصه والاقي كلام كافي اعمل منه حلقة كمان فآه مسلسلنا فيه مشاكل ولكن مشاكل جادة مش شبه المشاكل اللي كانت خلتني ابطل اتكلم عن المسلسلات العربي بل وابطل اشاهدها اصلا ومن نقاط القوة المهمة جدا في المسلسل هي التكسيد عندنا فريق بطولة كبير وممثلين كتير مشهود لهم بالكفاءة وكلهم قدوا ادوارهم على اكمل وجه واخص بالذكر باسل الخياط اللي مقدم شخصية رجل شرطة تتصدق بابعاد النهاردة جريء وعنده مثل شاطر جدا في شغله وما بيقبلش التهديد بس كل ده بشكل يتصدق وانت بتتفرج ما تلاقيش نفسك بتقول يا عم هو في حد كده طبعا السيناريو ليه فضل كبير في رسم الشخصية بالطريقة دي بس برضو فيه نقاط كتير تنسب لباسل الخياط اهمها ان طبيعة شخصيته فرض عليه حالة من حالات الجمود بس بيقدر من خلالها يغششنا حاجات كتير خصوصا وان شخصيته من الشخصيات اللي بيتم درستها اصلا داخل الاحداث عايز كمان اعبر عن اعجابي باداء خالد كمال دور مساند ولكنه مهم جدا شخصية الابن اللي كان مرسوم له طريق وردي جدا ولكن كل شيء في حياته بينهار بسبب حادثة بتترك عليه اثر نفسي واثر جسدي ودي نقطة مهمة احيي فيها المكياش بتاع المسلسل الشخصية بابعادها فريدة وغير نمطية وخالد كمال كان ممتاز في تكسيد كل زواياها تحية كمان لأحمد ماهر اللي كان وحشنا جدا صوت وحضور ما بقاش موجود عندنا خلاص تكسيده كان فيه كل المطلوب على مستوى الحيوية ازاي يا جماعة يكون عندنا واحد زي أحمد ماهر وما بيشتغلش شخصية سلامة اللي جسدها أحمد ماهر عندها المشكلة اللي كنت بتكلم عنها في الحلقات الاخيرة مشاهد مكررة بيتقال فيها نفس الكلام بس معاه هو ما بتزهقش ويفضل معانا أداء واحد بس عاوز أتكلم عنه بس مش حقدر أتكلم عنه دلوقتي حنتكلم عنه في فقرة الحرق مسلسل منعطف خطر فكرني جدا بمسلسل قبيل اللي كان عنده إمكانيات رائعة ولكنه تضرر جدا من فرض التلاتين حلقة مع منعطف خطر الدنيا أحسن بكتير أبعاد اللغز ديناميكية أكتر يقاع الأحداث أسرع بشكل ملحوظ بس برضو عاوزين نتعلم من مسلسل منعطف خطر إن المسلسل لو ما كانش 30 حلقة يبقى مش ضروري يكون 15 حلقة عندي أمل كبير إن المنصات تعلمنا إن عدد الحلقات متوقف على اللي أنت عاوز تحكيه يتحكي في حلقتين في 3 في 5 في 6 في 7 في 8 برحتنا بقى ولكن في حدود ما قدموا مسلسل منعطف خطر من مزايا وعيوب فأنا مرضي جدا تقييمي لمسلسل منعطف خطر هو 7.5 من 10 بس دي مش 7.5 من 10 من بتاعة الأعمال المصري دي 7.5 من 10 مطلقة منقشة الحلقة ما هو مسلسلكم العربي المفضل مما عرض على منصات العرض الرقمية العربية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ويلا بينا نخش على فقرة الحرق خلونا بقى فقرة الحرق ناخد راحتنا ونتكلم كلام بلدي كده هو زي ما انتوا عارفين الناس اللي تابعت المسلسل الناس اللي ما تابعتش المسلسل لازم تكون قفلت وإحنا بنوصل للنقطة دي إن الجريمة عشان كده أنا حتى في المراجعة ما قلتش عليها جريمة قتل على قد ما أنا فاكري يعني كانت عملية قتل غلط على يد أبو البنت اللي هو اللي جسده بسم الصمرة وعمها اللي هو جسده حمزة العيلي هنا بقى فيه عندنا حركة خدايا عم الشيك بصراحة بيقابلها على الجانب التاني حركة عاوز أقول توصيل معلومة أو تغشيش معلومة بشكل حقيقي شيك بقى على الجانب الآخر إيه هو اللي مش شيك؟ إن الأب في بداية المسلسل خالص لحظة اكتشاف الجثة أنت بيته الصدمة والسريخ والكلام ده كله هل ده لأنه عاش التجربة مرة أخرى كان في حالة انفصال عن الواقع وبعدين عدله مرة أخرى في تلك اللحظة ما تم الشرح ده قوي ما تمش تبريره قوي لذلك على قد ما نفاهمه وطبعا وارد جدا ده نحن نختلف في ده أو لو في حد مسك حاجة في المسلسل بتختلف معايا كليا ويحب يطرحها ياريت تفضله تعمله كده في الكومنتات إنه كان بيمثل عشان يبعد الجريمة عن نفسه ودي حركة خدايا مش شيك يعني وحنا بنتكلم على أبعاد جريمة زي دي أو مش مطلوب إنه هو يبقى جامد أو بارد أو كلام زي ده بس إنه يعكس قدرات تمثيلية عشان يبعد الشبهات عن نفسه على الأقل قدامنا إحنا كمشاهدين بهذه الدرجة من الإتقان مش أشيك حاجة في الدنيا اللي شيك بقى بجد إنه خلال الأحداث كلها بيتابع التحقيقات بدافع إنه يطمن إنه هو وأخوه مفيش أصابع التهام بتوجه ليهم بينما إحنا كمشاهدين فاهمين إنه عاوز يوصل للعمل كده في بنته وينتقم منه دي من أشيك ما يمكن ومن أجمل ما يمكن معرفش إذا كانت كانت موجودة في المسلسل الأجنبي ولا لا اللي زي ما قلت فيه كتير من الأبعاد زي مكان اكتشاف الجثة البلد الخلفية الإجرامية بتاعة الأب والعم الأمور دي كلها عملية تعريبها أو تمصرها كانت من أجمل ما يمكن فده اللي خلاني قفلت شوي طبعا إحنا على مدار خمستاشر حلقة عارفين كويس قوي إنه لا أول مدتهم حيطلع هو ولا تاني مدتهم حيطلع هو ولا أي حاجة من الكلام ده كله بس كانت بترسم لنا أبعاد الصورة الحقيقية للبنت وزي ما قلت بروفايل البنت ما كانش مهم قوي بالنسبة لنا المهم بروفايل الشخصيات الرئيسية اللي حوالينا أنا قريت ثلاث شخصيات برضو المشاهد ممكن يختلف معي في النقطة دي ولكن أداء بسم الصمرة في الأبعاد اللي أنا بقولها دي يجعله مستوى آخر ده الأداء اللي أنا مرضيتش أتكلم عنه في المراجعة وقلت أتكلم عنه أكتر في الحلقة اللي بحرق لأن فعلا رحلة الخداع اللي ما بعد المشهد التمثيلي بتاع اكتشاف الجوث اللي قفلني شوية يعني بعد ما اكتشفنا في الحقيقة إيه اللي حصل عملية أنه دايما عمال يبعط لك ما يسمى بالميكست سيجنلز يعني رسالة برسين أنت في حتة وهو في حتة تانية بس تكسيده ينفع هنا وينفع هنا فده مستوى رائع ومتطور وهائل جدا ومع ذلك أنا قفلت شوية برضو في النهاية من إن على ما يبدو إحنا مكملين بموسم تاني المغامرة بتاعة المجرم اللي الزابط عاوز يمسكه وهو هرب منه بقت ما بين باسم الصمرة وباسل الخياط مش متحمس لحاجة زي كده مش شايف لها شبيه في المسلسل الأجنبي فحاسس إنها هتبقى حاجة أوريجنال من بابها بس إن إحنا نشوف مغامرة جديدة من بطولة باسم الصمرة وباسل الخياط أتمنى أنها تطلع كويسة وأتمنى أنها تطلع متميزة ويطلع منها شغل كويس بس تقريبا ده اللي أنا كنت عاوز أتكلم عنه في فقرة الحرق قلولي كده رأيكم وتعليقكم على اللي أنا قلت وده مقتنعين بإيه مش مقتنعين بإيه إيه دخل دماغكم إيه ما دخلش دماغكم بس زي ما بقول كده في النهاية وإحنا قاعدين خمستاشر حلقة عاملين نزوء البروفايلات مش بالضرورة بقت جدا زي ما قلت الفصل الأخير في دراسة الشخصيات كلها ما دخلش دماغي قوي باستثناء باسم الصمرة الوحيد اللي جيد مع ده النقطة بتاعة الهروب اللي في الآخر دي لكن بس للخيات علاقته بأبوه مش باينة قوي يعني الأب الأم ما عنداش مشكلة مع الأب انت زي عندك مشكلة قاسية وقاسمة لهذه الدرجة ايه يا جدع الشدة الفضيعة دي وطبعا الشخصيات اللي جسدها محمد علاء اللي هي الولد المرشح للانتخابات وعلاقته بأبوه بتعائداتها بالأمور دي كلها فصلها الأخير مش حاسمة ومعرفش إزا كان حيتم استدعاقها بعد كده في المواسم القادمة لو كان في مواسم قادمة ولا لا عشان كده برضو حاسات ان احنا اهتمنا بيهم أكتر من اللازم وان هما خدوا الصف الأول من اهتمامنا بشكل مش عايزة أقول انه مش مستحق قوي بس عموما ربط علاقتهم كحملة بالبنت بالتفاصيل دي كلها كان من أذكى ما يمكن ومن أجمل ما يمكن ده اللي عندي منتظر مساهمتكم ومنتظر رأيكم ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارع ولايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي